السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الخميس 14 تشرين الثاني نوفمبر القمر اليوم موجود في برج الحمل لغاية الساعة 6.58 دقيقة من صباح اليوم الخميس بعدها بده ينتقل لبرج الثور ورح يظل موجود في برج الثور لغاية صباح يوم السبت الساعة 7.8 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج القمر الآن موجود في منزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة حتى تمام الساعة 12.6 دقيقة بعد منتصف الليلة هاي الليلة الأربعة للخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 8.42 دقيقة من مساء اليوم الخميس بتوقيت جرينج لا ينتقل بعدها لمنزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد بما أن القمر رح يظل لغاية ساعات الصباح موجود في برج الحمل معناته خلال هاي الفترة منشعر بأن أكثر نشاط في العمل وأكثر تصميماً أكثر استقلالية ممكن نبدأ بمشروع جديد ولكن من المرجح أن تكون أفعلنا متسرعة أو متهورة علينا أن نكون حذرين على الطريق أثناء الحركة أو قيادة السيارات ومنلاحظ أيضاً أنه خلال هذا الوقت بنفقد صبرنا في تعاملاتنا مع الآخرين وهذا الشيء ممكن يؤدي لمشاكل وحجج غير ضرورية بنفقد دبلوماسيتنا وبتسيطر علينا العصبية وفرض الرأي والتحكم بالغير بتظل هاي الفترة جيدة للأشخاص اللي بدهم يعملوا فحص للعيون إذا لزم الأمر لذلك أو تعديل تسريحة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة ستة وتسعة وأربعين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بعد هاي الزاوية مباشرة ببدأ عنا خلوق المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة ستة وتسعة وأربعين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج ورح ينتهي الساعة ستة وثمانية وخمسين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوق المسار الساعة ستة وثمانية وخمسين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج خلاص القمر بينتقل وبيستقر في برج الثور عشان هيك نصبح أكثر حذراً من ساعات الصباح ومن ميل لحماية ممتلكاتنا ونادراً ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على أنفسنا مالياً ولا نفكر في اقتراض الأموال من البنوك أو الأصدقاء أثناء وجود القمر في برج الثور ينصح ببدء خط التوفير أو شراء عقار أو قضاء وقت ممتع في المنزل بالنسبة للزاوية التي تلي الانتقال رح تكون زاوية تربية سلبية بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية رح تكون الساعة 11 و 56 دقيقة ظهراً بتوقيت جرينج تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمن كون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفياً بثور ثورة عارمة من الغضب تجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت مبغضين للنساء وبتزيد من خيالنا وبتدفعنا لأقصى الحدود السلبي بالأفكار السودة والعصبية بتسببنا خصومات مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أنه نخلد للراحة هذا التحول طبعاً مضير للصحة وخصوصاً الصحة النفسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 و 12 دقيقة ظهراً بتوقيت جرانيتش بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أنه نعيش أوقات ممتعة جداً بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حسسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب المرارة الشريين والدم أما من ساعات الصباح وما بعد بصير عندنا العنق والحنجرة والحبال الصوتية والغد الدرقية واللوزتين وتفاحة آدم طبعاً اليوم بسبب مراحل اكتمال القمر لا يوصى بإجراء العمليات الجراحية لكل أعضاء الجسم وخاصة الأعضاء اللي ذكرناها تحديداً إلا إذا كانت اضطرارية بسبب ميوعة الدم بسبب اكتمال القمر واحتمالية النزيف وخصوصاً الأشخاص اللي بيأخذوا مميعات بنسبة عالية إذن هذا اليوم بما أنه نسبة النزيف أو السيولة الدم عالية معناته يوصى بالحجامة خلال هذا اليوم أيضاً هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن وليس الجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه رح ينتقل ويستقر في برج الثور خلال هذا اليوم معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم السبت بيبدأ الساعة سبعة ودقيقتين صباحاً وبيستمر حتى تمام الساعة سبعة وثمان دقائق صباحاً بتوقيت جرينيج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 13 يوم الآن الساعة وحدة وثمانية وعشرين دقيقة بعد الظهر نبدأ باليوم الأربعة نسبة الإضاءة آخر اليوم بتكون ثمانية وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم واحد وعشرين احداش سعيدة بنسبة خمستاش في المية القمر في الحمل ورح ينتقل للثور ورح يظل في برج الثور لغاية يوم ستاش احداش سعيد العام بنسبة خمستاش في المية ساعات المساء سعيد بنسبة ثلاثين في المية عطارد في القوس حتى يوم ستة وعشرين احداش منتحس بنسبة أربعين في المية الزهرة في الجدي حتى يوم سبعة اطناعش منتحس بنسبة عشرة في المية المريخ في الأسد حتى يوم ستة اطناعش سعيد بنسبة خمس واربعين في المية المشتري في الجوزة بيتراجع حتى يوم أربعة اثنين منتحس بنسبة عشرة في المية زحل في الحوت بيتراجع حتى عصر يوم الغد وبعدها بينهي عملية التراجع منتحس بنسبة عشرة في المية هذا اليوم أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم ثلاثين واحد منتحس بنسبة خمس في المية نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم سبعة اطناعش منتحس بنسبة عشرة في المية بلوتوف الجدي حتى يوم تسعة عشر احد عشر سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بتظل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم ممكن تهتموا بمظهركم أو تعملوا نوع من أنواع التغييرات على المظهر أو على الهندام اليوم ممتاز جدا للانطلاق بأي مجال من ساعات الصباح بيصبح هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة لإلك وبتدخل تحسين على ميزانيتكم بتنشطوا بالاتصالات والزيارات وبتهتموا للترويج لخطة أو للقيام بالزيارة وممكن تعالج اليوم مسائل إدارية أو تمولية بتطلب توقيع أو متابعة لدى المراجع المعنية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بيطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم بظل الوتيرة ضعيفة جدا ما بنصح باتخاذ قرارات حاسمة لغاية ساعات الصباح حول تأجل كل الأمور المهمة لغاية ساعات النهار من ساعات الصباح القمر خلاص بوصل لعندك فعشان هيك بتصير ثقتكم بأنفسكم كبيرة بعمكم النشاط بقدروا لخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي القمر رح يجعل هاي الفترة مميزة واستثنائية وبيدعوك الجو لبدل جهد عالي للوصول لبلغ لتفاهم لمصالحة لتغيير وضع معين يعني بداية مرحلة جديدة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بتنشطوا من الآن وحتى ساعات الصباح اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة بدك تكون مخلصة لصداقاتك ووعودك ممكن تحصد تأييد خلال هاي الفترة أهم شيء أن تكثف ارتباطاتك الاجتماعية أما من ساعات الصباح القمر رح يوصل لبيت متاعبك فمعناته بيتطلب منك هذا اليوم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لا ترهنوا على الحضوض خلال هذا اليوم لأنه القمر في بيت المتاعب ممكن تعانوا من ركود أو مراوحة المكان فما تجازف لا بصحتك ولا بعلاقاتك الأفكار مشوشة والظروف مخيبة للآمل برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل من الآن وحتى ساعات الصباح واللي بيعملوا بينجحوا في إثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء أنك تهدئ من روعك حاول قدر الإمكان أنه تبعد عن المتاعب وعن التوتر لأنك أنت مشحون بيدول الأمرين عالجوا الأمور بهدوء وقدم أفضل ما لديك من ساعات الصباح بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته وبترافقك رياح مؤاتي رغم الضغطات كرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد هذه فترة مناسبة للانضمام الجمعية أو مؤسسة تتلاقى مع طموحاتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بتنشطوا بالسفر أو بأشخاص خارج البلاد أو اتصالات بعيدة وهي فترة مناسبة لاجتياز امتحان أو جراء مقابلة اظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة ممكن تنجح بالترويج لعملك أو كسب دعم أو تأييد من ساعات الصباح طبعا بيصير هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوزعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين هاي الفترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون في قلق حول أحد أفراد العائلة وممكن تواجه مسؤولية أو عبئ مهني أهم شيء أنك ما ترتبك في المواقف الحساسة برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلى صلة بشراكة أو تعويض من الآن وحتى ساعات الصباح بادروا لا تصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع لأن الأجواء بتركز على الأمور المالية فما في داعي للمغامرات المالية من ساعات الصباح بيصلكم خبر من بعيد أو من خارج البلاد وبتنجحوا بالسفر أو الاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات وفرص النجاح بشكل كبير وبتعود أو بتعود للإمساك بزمام الأمور هذه فترة إيجابية جدا بيسهل خلالها الحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب بعض الأطراف معك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بترغبوا في تدعيم شراكاتكم من الآن وحتى ساعات الصباح يعني ما زال القمر موجود مقابلكم تماما وبظل معناة هذه الساعات مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ما بجوز إثارة المتاعب اتجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية من ساعات الصباح وما بعد بتتغير الأوضاع بتمنحكم فرصة لمكسب مالي الوصيلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك أو راحة شيخوختك أو ادخار معين أو اتحقق يعني تحاول إنك تحصل بعض الأموال اللي بتعود لك أحاول برضو أنك تقدم بعض التنازلات وتراجع عن خطوات وقرارات سببت إزعاج وعدوات برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب طبعا أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وابتجدوا تعاون من الزملاء من الآن وحتى ساعات الصباح نظموا جدوى الغذاءكم واخذوا قسط من الراحة من حين لآخر ومن المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات من ساعات الصباح القمر رح يصير مقابلك تماما فعشان هيك هذا اليوم بصير مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن بتكون حاذر الانفعالات لأنه بيصعب التفاهم معكم ممكن تقع في ورطة انت بغنى عنها الجو متوتر فممكن تظهر مشاكل طارية كون صبور وما تتدمر هاي فترة خالية من الحظ برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا من الان وحتى ساعات الصباح بتزداد رغبتكم في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم الظروف بتظل جيدة ولكن احتمالكم في قلق اتجاه احد الاحبة بيظل في نشاط في حيوية بتميلوا للهو والترفيه عن النفس اهم اشي بدون مغامرات اما من ساعات الصباح ورغم تراكم العمل الا انه عندكم قدرة على انجاز الكثير من اعمالكم نضموا جدوى الغذاءكم واخذوا قصد كافي من الراحة لا تلتهوا بالقشور والامور الثانوية اعتمد على جهودك وطاقتك لحصد النجاحات والارباح وراقب وضعك الصحي برج الجدي بالنسبة لمواليد برج الجدي بترغبوا في ادخال تعديل على مسكنكم من الان وحتى ساعات الصباح وحتى التفاهم مع افراد العائلة هاي فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من الهواجس اللي بتعيشها في نوع من انواع تبادل الزيارات او الاتصالات المهمة اما من ساعات الصباح بترغبوا في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني يطمئن بالكم نسبيا هذا اليوم وبتجدوا حليف يدعم تصوراتكم اهمش انك ما تستسلم بل كرر المحاولات بترغبوا في استكشاف مناطق جديدة او بتميلوا للسفر او المشاركة في رحلة عمل الاجواء اجمالا بتكون رومانسية وناجحة ولكن ممكن يكون فيها قلق حول احد الاحبة برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو طبعا بتنشطوا في مسائل تتعلق بالسفر والاتصالات ومنكم اشخاص ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح من الان وحتى ساعة الصباح باستطاعتكم قلب المعادلة لصالحكم اهمش انك ما تبقى وحيد بل ابحث عن الاصدقاء والاحبة لتعزيز الروابط وبتملك برضو سرعة بديها عالية جدا لحل كثير من المسائل من ساعات الصباح بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية اهمش انه ما تسمح لعواطفكم بالتأثير على سلوككم واداكم وما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج اسعى لتحسين موقعك في العمل لتثبيته قدم المساعدة للي بيحتاجها ايضا برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت طبعا بيظل الفرصة متاحة لمكسب مالي هذا المكسب بيجي عادة من عمل اضافي من الان وحتى ساعات الصباح ومنكم اشخاص ممكن يسترد اموال بتعود له او ممكن يحصل على هدية او ممكن يسمع خبر سار او يلعب قريب له دور مهم او تهتم بقضية تتعلق بشراكة او عمل اما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا بالدراسة بالسفر بالاتصالات وبصير هذا اليوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة وبكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ اوجار اهمش انك تكون عنصر ايجابي وما تتسبب بالنفور للاشخاص اللي بيتعاملوا معك اتفهم الاخرين وابقى هادئ وما تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية بل كرر المحاولات السابقة وما تستسلم وحاذر من السرعة وسوء التفاهم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء